لا تزال قضية نفوق الأسماك على سواحل الكويتية تتفاعل لدى أوساط المهتمين خاصة والمجتمع الكويتي عامة فيما تستمر طبعا الجهود البحثية لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا النفوق ومعنا في هذا اللقاء الأستاذ أوسي عقوب الغنيم الخبير في الإدارة الساحلية وتأهيل البيئة بمعهد الأبحاث العلمية ساك الله أبو الخير الله أبو الخير يا أهلا فيك حياك الله أستاذ أوسي معنا يمكن قبل شوي تكلمنا عن موضوع الدواجن والكتاب اللي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتم تطمين الجمهور وتطميننا كلنا إن الكويت خالية من أفلوانزا الطيور لما ننتقل اليوم لموضوع نفوق الأسماك واللي حاليا قاعد نشوفه بكثرة وكل وسائل الإعلام صلطة تضع عليه يمكن أنا لاحظت أن حتى دول مجلس التعاون عندهم هذه الظاهرة نعم لكن ممثوين منها فعلا مشكلة كبيرة هل بالكويت المشكلة غير؟ هل لأننا جون لكويت غير؟ هو أولا لا بد أن نكون عندنا يعني بس مجرد معلومة هي أن ظاهرة نفوق الأسماك في الكويت ممتدة يعني من التسعينات ونحن نألف هذه الظاهرة حصلت من فترة أكثر من مرة والجمهور عرف عنها والناس عارفة عنها وهذه الظاهرة تحصل مو بس فقط في الكويت حتى في دول خليج الآن عمان حصل فيها وأيضا في عمان عندهم تحصل هذه الظاهرة من فترة إلى فترة عندنا حننا تتكرر ظاهرة المد الأحمر المد الأحمر هو ازدهار للعوالق النباتية ازدهار العوالق النباتية إلى حد معين ممكن يوصل إلى مرحلة يتطور إلى أن يؤدي إلى نفوق الأسماك اللي حصل عندنا في الكويت مثلا أنا مو أخفف من المشكلة ولا أني أقول ماكو مشكلة ولكن أنا أصف وضع علمي وفقا للمقاييس العلمية والمعلومات العلمية والمعلومات المتاحة لنا هذا المطلوب اللي حاصل أن العوالق النباتية لما هي نباتات في نهاية الأمر والنباتات هذه إذا حصل لها توفرت لها مغذيات هذه المغذيات تؤدي إلى ازدهارها المغذيات عادة مصادرها من الأمطار أو من انسياب المياه للأنهار وكذلك من المجاري المجاري غير معالجة إذا كان هناك في مجاري غير معالجة انزلت في البحر تؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة تركيز المغذيات وتؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع وازدهار في كمية العوالق النباتية العوالق النباتية هذه تتضاعف أعدادها في خلال فترة قصيرة جدا إذا واكب هذا التضاعف أو ازدهارها هدوء في المياه أو ركود في المياه ممكن تؤدي إلى مشاكل أكبر لأن هذه العوالق النباتية في نهاية الأمر إذا وصلت إلى أعداد كبيرة ضخمة معاها أيضا عوالق حيوانية تتغذى عليها تصير العملية يعني يصير البحر غير مستقر وبالنهاية تموت وإذا ماتت لأنه دورة حياتها قصيرة هذه العوالق النباتية فإذا ماتت وتموت معاها أيضا العوالق الحيوانية الأخرى التي معاها فتترسب إلى القاع وإذا ترسبت إلى القاع تبدأ عملية التحلل والتحلل معناته ازدياد في استنزاف الأكسجين واستخلاص الأكسجين لإكمال عملية التحلل وهذه تؤدي في نهاية الأمر إلى ضمحلال كمية الأكسجين في القاع هذا بكل بساطة أنا أتكلم عن قاعدة علمية ممكن هذه تحصل في كل مكان وإذا نزلت كميات الأكسجين ممكن تؤدي إلى قتل أي أسماك تمر في المكان هذا خاصة إذا كانت في القاع أو كانت حتى في عامود الماء إذا كان انخفاض الأكسجين وصل إلى مرحلة حتى أيضا إلى طبقات الوسطى فطبعا إذا صارت هناك كميات أسماك تمشي في سرب معين ممكن تدخل في هذه المنطقة التي هي خالية من الأكسجين تختنق وتموت هذا شيء طبيعي الآن ما حصل عندنا في الكويت نحن راقبنا أن غالبية النفوق اللي حصل أكثر من مرة يحصل في شهر ثمانية وتسعة أول مرة نشوف أنه يحصل في شهر أربعة عادة شهر ثلاثة وشهر أربعة يحصل في زهار في العوالق النباتية لكن في شهر ثلاثة وأربعة يكون الأجواء مضطربة فتصير في حركة أمواج أمواج سأدي إلى تقليب الماء فبالتالي ممكن يكون آثار وجود العوالق النباتية يكون أقل من لو أنه يحصل هذا الأمر في شهر تسعة أو شهر عشرة اللي حصل اللي شفناه حنا خلال الفترة هذه اللي هي الفترة اللي فاتت حنا استخلصتنا بعض البيانات والمعلومات وحللناها من خلال بعض النماذج الرياضية نعم وجدنا أنه خلال الفترة هذه في شهر أبريل أو بداية يعني من بعد ما طلعت أخبار النفوق والمشاكل هذه سبقها تقريبا عشرة أيام من الركود في البحر هذا الركود كان متوافق مع فترة الفساد اللي هي فترة المد الأقل اللي هو تعرف في فساد وحمل صح فهالفترة هذه كانت الظروف تساعد على ركود الماء أطول فترة وقد يكون ربما قد تكون أدت إلى نشوء عملية الضمحلال الأكسجين أو ازدهار عوالغ معينة أدت إلى قتل الأسماك ونفوقها ما معنا هذا النوع؟ يعني إحنا لما استضفنا بالضبط هذه العمل البيئة قالوا إنه نوع اللي هو؟ الحم الحم بالضبط فقط هو المتضرر ما معنا؟ الحم سمكة قاعية فإذا كان هناك نقص في الأكسجين نقص أكسجين في القاع فأكيد راح يؤدي إلى هذا الأمر حنا أيضا شفنا بعض الأسماك اللي خياشينها ملتهبة وربما أنها ملتهبة من فترة أطول قبل لا تنفق أو تموت هل كان في بعض ميد؟ لأن الميد معروف بينها هي أضعف سمكة كان في عدد منها؟ الميد ممكن إذا دهش في الهالة اللي ما فيها أكسجين ممكن ينفق وهذا حصل وائد في المنطقة هذه خاصة في منطقة جون الكويت منطقة السليبيخات أكثر من مرة والدوحة أيضا حصل فيها في مراحل سابقة الآن الملاحظ أنه كان الجم أكثر شيء هذه التقارير اللي قالوا عننا والتلوث يعني أيضا من الاستضافة كانت مع النائب رئيس الهيئة العامة في البيئة يعني زي ذكر بأن جون الكويت وأكده بأن جون الكويت ملوث هل هذه تعتبر أيضا أحد الأسباب في نفوق الأسماء؟ أنا أول شيء لازم أشكر الهيئة العامة للبيئة يعني فعلا الهيئة العامة للبيئة قامت في دور جبار خلال الفترة هذه وكان تصديهم لهذا الموضوع من البداية مثلا في مدير البيئة ومدير عام البيئة في نزولة إلى الحقل ومتابعة الموضوع بصورة سريعة وأنا اتصالي المباشر من بعض الموظفين والعاملين في البيئة الخبراء اللي في البيئة واللي يشتغلون في مجال البيئة أرى فيهم مشلون الحماس والعمل الدؤوب في أنهم يحاولون يوفرون المعلومات لأن المعلومات مهمة لأصحاب القرار وأيضا للباحثين والدارسين الموضوع البيئة أصدروا تصريح وقالوا فيه عن أن هناك في مياه المجاري التي تلقى في البحر من غير أي معالجة صح ويعني أنا ما أدري إذا كان في بعض اللحطات موجودة للفيديو فعلا المجاري تؤثر المجاري من غير أنها تعالج تؤثر تأثير كبير وهذا كلام لا يوجد غير معالجة لأنه معروف ولكن المشكلة أن ما يترتب عليها المجاري هذه يعني عواقب تكون وخيمة ليس فقط الأسماك حتى المنطقة ستصبح سيئة جداً أخبركم ماذا بهذا الموضوع؟ نحن كمؤسسة بحثية نحاول أن نبحث عن حلول نحاول أن نبحث عن تفسير ما حصل يعني الآن لما نحاول أن نفسر شيء أمر ما أو ظاهرة معينة لا بد أن يكون هناك فرضية وهذه الفرضية تثبت من خلال تجارب ومن خلال جمع معلومات ومن خلال المعلومات التي نجمعها نقدر نتوصل إلى أن هذه الفرضية سليمة أو لا ونبتدي من خلالها أن يصير عندنا معلومة جديدة ونبني على هذه المعلومة تصور لإيجاد حلول معينة للبيئة فمثلاً على سبيل المثال نحن عندنا الآن فعلاً عندنا ظواهر ظواهر سلبية الوضع الذي في البيئة في الكويت ليس فقط المجاري ولكن نحن عندنا أيضاً تآكل في السواحل ويؤدي إلى طمر تقصد الحفر والدفان الحفر والدفان وقد يكون هناك مشاريع قائمة في أماكن أدت بعدين تبين أنها تؤدي إلى تآكل الشواطئ وهذه تؤدي إلى دفن المناطق التي فيها طحالب سيد أوسي أخذكم صراحياً هل تقصد جسر جابر لأنه بلجون طالع؟ لا أنا لا أتكلم عن جسر جابر ولكن أنا أتكلم عن وضع يعني وضع امتد من فترة طويلة من الزمن نحن لا نتكلم عن هذا بالنسبة لجسر جابر هذا الجسر تم عمل تعويض للبيئة من خلال وضع بيئات استناعية وأيضاً أجريت له دراسة المردود البيئي والعالم كلها مسوي نفسنا أي ولكن المردود البيئي أنا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة الآن لا بد إعادة النظر وأن ننظر في كل المشاريع كل مشروع قائم أو أنه له مساس في البيئة لا بد قانوناً أنه يكون هناك تجرى عليه دراسة تجرى دراسة قبل أن يبتدي فيها دراسة يسمونها المردود البيئي دراسة المردود البيئي توضح مدى تأثير هذه المنشأة على البيئة وبناء علىها تمنح الموافقة للقيام هذه المنشأة سواء أي منشأة سواء بالبحر أو بالبر بأي مكان فبالتالي نحن نجد منشآت على الساحل في المقابل نجد مشاكل بيئية لذلك أصبح من الضروري أن نراجع مرة ثانية هذه الدراسات البيئية دراسات وثائق المردود البيئي ونرى هل هي فعلاً سليمة لما منيحت في البداية لأننا فعلاً نواجه مشاكل فمثلاً أي مثل بسيط عندنا المحار المحار مات منه كميات كبيرة وكل يوم قاعد يموت منه بسبب؟ بسبب انطمار هذا المحار بالرسوبيات نحن عندنا مشروع خاص في الطحالب البحرية مسح كشامل الكويت للطحالب البحرية ومول مشكورة المؤسسة الكويت تقدم العلمي ومولة هذا المشروع تبين لنا أن هناك مشاكل هناك طين ورمل وهناك الرمال تطمر المناطق الصلبة اللي المفروض يكون عليها محار أو يكون عليها أيضاً طحالب بحرية لأن الطحالب البحرية هي مو مثل النباتات لها جذور هي تلتصق على أسطح صلبة فلما الأسطح الصلبة تطمر بالرمال ما راح تموه وبالتالي إحنا راح نفقد مناطق حضانة الأسماك والربيان والطحالب البحرية أيضاً مهمة لما نتكلم عن المجاري مثلاً المجاري لما تكون محملة بالمواد المغذية وجود الطحالب الطحالب تستخلص هذه المواد المغذية لأن تستخدمها وتستهلكها فبالتالي تعيد التوازن في البيئة الكويتية الآن المعهد متجه إلى اتجاه بأن يعيد تأهيل البيئة ونفكر في موضوع تأهيل البيئة محاولة عمل نوع من أنواع التوازن التدخل حواضن التوازن لأن ما حصل في الكويت نقدر نقول لنا نوع من أنواع التصحر البحري التصحر البحري فعلاً تصحر بحري لأن الرمال طمرت مناطق شاسعة من المناطق الصلبة التي تمو عليها العوالق النباتية بنفس الوقت لديك الشيت القنافذ البحر هذه تتقدع على النباتات اليابان عندهم مشاكل في هذا الموضوع ويحاولون يحلون هذه المشكلة بالقضاء على الشيت وهناك حلول كثيرة ووسائل كثيرة متطورة في أن نقدر نعيد بيئة الكويت إلى ما هي عليه من قبل وممكن نصير إلى الأفضل بإذن الله ستاذ أوس لكن بشكل مختصر موضوع نفوق الأسماك هل هو فعلاً بسبب المجاري وتلوث جون لكويت لأن هذا الموضوع معناته أن الأسماك الأخرى حتى وإن لم تنفق فهي مسممة أم أن الموضوع هو المد الأحمر والحالة التي ذكرتها لنا فهنا ممكن نتطمن ونقول أن الأسماك الأخرى غير التشم التي ينفق هي سليمة وممكن أن يستهلكها الإنسان نعم نحن لا نستطيع أن نقول كلمة مسممة لأن في بعض الأحيان تموت الأسماك ليس بسبب التسمم ولكن بسبب نوعية عوالق النباتية التي ازدهرت تكون فيها أشواك والأشواك هذه تجرح الخياشين وبالتالي تؤدي إلى نفوقها هذه نقطة النقطة الثانية قد يكون العوالق النباتية لا هي سامة أو لا هي ذات أشواك لكن لأنها ازدهرت وماتت ونزلت تحت أدى إلى ضم حلال الأكسجين فبالتالي الأسباب النفوق لا مو بالضرورة تكون سامة علما أنا ما أقول أن ماكو عوالق نباتية تؤدي إلى أن ينتج عنها سموم في عوالق نباتية ينتج عنها سموم في عوالق سموم تضرب الإنسان وسموم تضرب بالأسماء لكن نحن في الكويت الذي رأيناها لحد الآن لم نرى عوالق نباتية لها مضار تضرب الإنسان وإن كان لدينا بعض العوالق تكون كميات معينة قليلة جدا ممكن أن إذا ازدهرت إلى حد معين ممكن تؤثر ويطلع منها سموم قاتلة لكن هذا الموضوع موجود في كل مكان في كل بحر بالعالم تجدين العوالق النباتية الضارة والغير ضارة موجودة في كميات معينة ونسب معينة ما حصل الآن حنا علينا ما حصل الآن في الكويت وفقا للعينات اللي حصلنا عليها بأن هذه العوالق الأسماك اللي ماتت ماتت نتيجة على الأقل اللي حصلنا من العينات اللي إحنا جمعناها يمكن أحد جمع عينات أخرى اكتشف شيء آخر لكننا ننتكلم عن ما إحنا اللي جمعناه إحنا لقينا إنه خياشيمها ملتهبة بسبب عوالق نباتية ذات أشواك أو أي أسباب أخرى وممكن يكون الأكسجين له دور بعد ضمحلال الأكسجين له دور أستاذ إن شاء الله أردي لك بعد الفاصل باصل وردي لكم في نفس الموضوع كاملين حوارنا وموضوع نفوق الأسماك مع ضيفنا الأستاذ أوسي عقوب لغنيم الخبير في الإدارة الساحلية وتأهيل البيئة بمعهد الأبحاث العلمية أستاذ أوس لو تكلمنا عن بقية ساحل الخليج الدول الأخرى هل فعلا تعاني من نفوق الأسماك مثل ما عانينا الفترة اللي طافت الدول الخليج مثلا أمان عندهم ظاهرة المد الأحمر تحصل لهم من فترة إلى فترة هذا عندهم شيء مألوف عندهم الأسماك تحصل عندهم أيضا نفوق الأسماك هذا شيء طبيعي لأن مثل ما قلت لكم المد الأحمر أو زهار الطحالب يحصل من فترة إلى فترة متما أصبحت الظروف مؤاتية لهذه الطحالب ذكرتها نعم فممكن يحصل في كل مكان المد الأحمر يحصل في العالم كله كل دول العالم عندها مشاكل في المد الأحمر أو قد يكون المد الأحمر موجود ولكن ما يؤدي إلى نفوق الأسماك مثل من الدول؟ يعني مثلا أنا في دول وايد وايد يعني مثلا ولكن أحنا نتكلم أنا أعتقد اللي بدنا نتكلم عنه اللي هو الضغوط البيئية اللي تحصل دول عندنا في العالم يكون عندها ضغوط بيئية قد تكون مقاربة للكويت نحنا عندنا في الكويت الوضع في الكويت أنه عندنا ساحل من أولة إلى آخرة تم استخدامه وهناك مشاريع وايد يعني قاعدين نشتغلون على مشاريع كثيرة على طول الساحل نعم عندكم شاليهات من البداية إلى نهاية فترة المماكن اللي ما فيها مشاريع فيها شاليهات والشاليهات الآن هذه قاعدة تستخدم الساحل وتضغط على الساحل سواء كانت مسنات أو من تنظيف أو جزر صناعية والجزر الصناعية اللي تكلم عنه عن جسر الصبوية أو جسر هو يعني هناك في تعويض لهذه الجزر من خلال توفير بيئات اصطناعية ولكن أنا أتكلم عن الكويت شاطئها اللي يشكل ضغط على البيئة هذا الوضع قاعد يحصل في بعض الدول العالم مثل اليابان اليابان عندهم ضغوط بيئية وتنبهوا لها واكتشفوا بأن هذا الضغوط تؤدي إلى ضمحلال الثروة السمكية اليابانيين شعب بحري مثل الكويتين نفسنا ولكن الفارق بين أنت مثلا تقدع تمر الصبح هو يقدع زوريا فهو بالنسبة لأكل السمك شيء أساسي سواء قدر غيوغ طبعا غيوغ بالنسبة لهم الأكل أكل الأسماك شيء أساسي مصدر رئيسي والمجتمع نفسه مجتمع صيادين مجتمع كله يعني غالبيته قرى على البحر وعايشة على البحر فبالتالي عندهم شيء أساسي ومهم أن يحافظون على مخزونهم السمكي فإذا صار هناك ضمحلال في المخزون يشوفون يطالعون شن الأسباب طبعا أهم تنبهوا وجدوا أن الأسباب بسبب الضغوط اللي أهم نتيجة مشاريع يسوونها أو نتيجة تغير اختلافات في المناخ العالمي أخر شيء ما كده اثرت مثلا أمور كثيرة يعني عندهم عدة مقاطعات وكل مقاطعة تهتم في الوضع الذي فيها فأهم أصبحوا يعني صارت عندهم خبرة في تأهيل البيئة أهلهم بدأوا يحاولون يغضون على اكتشفوا أن الشيط اللي هو القنافذ البحر هذه تتقذى على الطحالب فبدأوا يحاولون يشيلونها يوخرونها عن بعض البيئات وبعض الأماكن وبعض القيعان اللي عندهم ونجحوا وكتشفوا أن فعلا بإزالتهم بدأت تزيد النباتات والطحالب أيضا اكتشفوا طريقة أنهم يضعون بعض المسطحات الصلبة التي تنمو عليها الطحالب وفعلا نجحوا في ذلك يعني بدأوا يعيدون تأهيل البيئة فالمناطق اللي فيها رمل قاموا يحطون فيها أعشاب بحرية لأن العشاب البحرية لها جذور المناطق اللي تحتاج تحتاج إلى تحتاج إلى سطح صلب علشان تنمو على الطحالب حطوا سطح صلب وحاولون أنهم تنمو هالطحالب عندنا حنا في المعهد نجحنا في مثلا القصصيح ونجحنا فيه نفهم دورة حياة بعض الأحياء أو الطحالب الموجودة النباتات البحرية وعرفنا دورة حياتها وأماكنها استفدتوا من تجربة اليابان هذه طبعا هذه ممكن نسخرها في أننا نعيد تأهيل البيئة لأن المعهد الكويت الآن صارت عنده معلومات وكم هائل من المعلومات والبيانات والخبرة من خلال الباحثين اللي فيه أيضا لا ننسى بأننا إحنا من ناحية الفيزيائية مهم جدا أننا نعرف فيزيائية البحر من ناحية حركة المياه الأمواج عندنا من الخبراء العلماء المعروفين عندنا الدكتور يوسف العسيري من الباحثين والخبراء في مجال حركة المياه في المنطقة وهو له دور كبير في تفسير نفسر لما نفسر الوضع بعض الظواهر الطبيعية التي تحدث في المنطقة خاصة منطقة الخليج العربي عفوا جون الكويت له دور كبير في أن نستخدم النماذج الرياضية يعني أنتم تأخذون مسح يومي ستاد أوس نحن عندنا بعض المحطات التي هي تقريبا والله لا أذكر عددها ولكن على الأغلب منها ثمان محطات أساسية نعم نجمع منها العينات كل شهر كل شهر نعم فترة صار لها سنوات لأن هذه ممكن تصير مؤشر لأي وضع غير طبيعي خاصة في تدفقات شط العرب إذا صار هناك أي وضع ليس طبيعي في تدفقات شط العرب لأن شط العرب مكون أساسي للبيئة بيئة شمال الخليج العربي وهو ناخر نعم هو يعتبر جزء مكون من النظام البيئي في المنطقة يعني هو مو بس فقط له علاقة في الكويت ولكن الخليج كله لأن البيئات البحرية أو أي بيئة تكون متداخلة مع بعضها البعض تعتمد على بعضها البعض وأي بيئة تكون من وحدات بيئية أصغر وهذه الوحدات تتعامل مع بعضها بتناغم فإذا زلت وحدة تؤثر على الأخرى أستاذ أوس مثل ما تدري يعني إحنا إن شاء الله الآن الكويت منطلقين في خطة خطة 2035 الكويت تكون مركز مالي وتجاري وستحيي إن شاء الله منطقة الشمال كلها بمشاريع جزر خمسة وطريق حرير أمور كثيرة فالسؤال هنا هل البيئة البيئة الكويت يعني معهد الأبحاث والهيئة كلها يعني هل ممكن أن نتقف عائق على مثل هذه المشاريع يعني هل الحلول الذكرت ستطبقونها عشان فعلا نمشي في خطتنا نعم نقول تفادي مشاكل الناتجة عن كل هذه المشاريع والضرر بالبيئة البحرية نعم هناك فلسفة فلسفة تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية وإدارة البيئة نحن لا نستطيع نحرم الإنسان من أنه ينعم أو يستمتع بالبيئة التي هي موجودة عندها ولكن في نفس الوقت يستمتع ولكن يستمتع باستدامة الاستدامة أني أنا أستغل وأستفيد مما هو موجود الآن دون أن أبخس حق الأجيال القادمة يعني إذا أنا عندي موارد طبيعي موجود الآن أستفيد منه وأستمتع فيه ولكن ما أأثر أن الأجيال القادمة لم يكن يوم في المستقبل سيجدونه موجود فهذا نوع من استدامة الموارد الطبيعية الآن في العالم تطور الدنيا تطورت والعالم تطورة الآن حتى لما يكونون هناك في مشاريع قد تكون ملحة ملحة المجتمعية بها ولكن لابد من التعامل معها بطريقة علمية الطريقة العلمية تستدعي بحث علمي فوجود معهد لبحاث بخبرته الواسعة في هذا المجال ممكن يوجد الحلول الحلول قد تكون حلول وقد تكون دراسة مردود بيئي لبعض الحالات لبعض المشاريع اللي تصير في البحر في البداية أنا تكلمت عن المردود البيئي المردود البيئي يعني أمر مهم جدا لأن إذا كانت الدراسة ما كانت دراسة أخذت بعين الاعتبار من مجموعة كبيرة من العناصر هذه تؤدي في نهاية الأمر إلى استنتاجات قد تكون خاطئة ولما تقام المشاريع الضخمة والكبيرة ممكن تؤدي إلى مخاطر كبيرة يعني أنا أقدر أسمي الكارثة أو المشاكل البيئية اللي قاعد حصل أو اللي حصلت عندنا هنا في الكويت أنا أريد أسميها قرصة بيئية علشان تعلم منها في المستقبل لابد أن كلنا نتكاتف مع بعضنا بعض من مؤسسات أو حتى من مؤسسات غير حكومية نتكاتف مع بعضنا بعض في حماية بيئتنا دبي وقطار وذكرت اليابان والعالم كله يزدهر وينشئ ويتطور ويتقدم والبيئة ما شاء الله يزين أشحالاته نعم شوف لدينا اللي حصل في الكويت مثلا خاصة فيما يتعلق في المجاري هي مشكلة الإنسان نفسه المواطن نفسه المواطن مع شديد الأسف اختار في المجلس البلدي أفراد وأشخاص سواء من خلال المجلس البلدي أو غيره نعم في أنهم يوافقون يقلبون القراج يصير مطعم والمصنع يصير فيندق من غير لا يعملون حسابهم بأن هذا العمل أو هذا القرار يجب أن يصاحبه تغيير في البنية التحتية فأنا إذا يتعبي أقلب منشأة كان يستخدمها شخص أو شخصين أو عشر أشخاص إلى منشأة يستخدمها أمية شخص لا بد أن البنية التحتية سواء كانت مجاري أو غيره لا بد أني أنا أكيفها وعمل لها حساب لا بد أن أغير في الرخص أو أعمل أو أشيل لكي أرضي لبعض ولكن في نهاية الأمر كل المجتمع يتضرر لذلك البيئة الهيئة العامة البيئة لما تكلمت عن المجاري فعلا لدينا مشكلة أكثر من الجهة المعنية عن البيئة في البلد هي تكلمت بصراحة بصراحة وبشفافية وهذا شيء جميل أشغال أم لا الهيئة العامة البيئة قالوا أن السبب الرئيسي هو المجاري المجاري لدينا مشكلة في المجاري فالمجاري من وينيت وشن الأسباب الأسباب أننا عندنا خلل واساسات حكومية اللي تكلمنا عنها اللي أوه أن مؤسسات أو جهات أو منشآت كان يقطنها عشرة فجأة صاروا أمية أو ألف فبالتالي أنت لما يكون عندك بنية تحتية مثل المجاري لا بد أن المجاري تناسب هذا العدد الجديد فالمسألة متكاملة المجلس البلدي يتدخل بالموضوع أنا ما أدري عن المجلس البلدي ولكن أنا أقدر أقول أن المجلس البلدي أو البلدية هي اللي تعطي التراخيص فأنا إيديت أبي ألوم من ناحية كمواطن و أنا ما أتكلم كمعحدة بحاث أو يعني الناس صاروا حساسين من هذا الموضوع على بالهم بهذا حساسيا حلت المشكلة لا يبقى هناك مشكلة موجودة يعني أنا كمواطن إذا رحت بره بالبحر أو رحت أي مكان أنا قاعد أشوف مشكلة وإحنا كما كوتيين كلنا تعلمنا إذا صار هناك في خطر الكل يصير تحت لواء واحد وهو إنقاذ البلد فإحنا عندنا مشكلة بيئية المشكلة البيئية الكل لازم يشترك بغض النظر منه مسؤول مباشر إحنا كلنا لابد أن نشترك في حل هذه المشكلة قد يكون الحل من خلال توفير المعلومات من خلال توفير الأفكار من خلال العمل الدؤوب في أن نحاول نصلح الخطأ فلذلك أنا أرجع مرة ثانية وأشكر لهي العمل البيئة لأنه فعلا هي جرأة أنهم العادة كانت مع الأسف من زمان من فترة طويلة كأن إذا صارت مشكلة يكون هناك نوع من أنواع الابتعاد عن يعني ما تبتزعج الآخرين يعني فيه نوع من الحساسية اللي حصل الآن صارت مكاشفة وصار فيه شيء كلام واضح نعم وهذا شيء جميل وأتمنى وأنا أتوقع يعني أنا أتوقع أن في المستقبل هذا اللي حصل يؤدي إلى وضع أفضل خاصة إذا ارتكزنا على الدراسات العلمية تطبيق الحلول نعم تطبيق الحلول نعم تطبيق الحلول هذا كل من خلال دراسات علمية لا بد أن يكون هناك دراسات لا بد أن يكون هناك دراسات احترافية تعتمد على معلومات معلومات مو معلومات لحظية ولكن معلومات تاريخية نعم طويلة وخبرة في التعامل مع البيئة جميل لو نرجع شوي لمشكلة نفوق الأسماك أو المد الأحمر هذه مشكلة هل نتوقع أنها تتكرر كل سنة أم ممكن نحل هذه المشكلة هي لحد الآن اللي قعنا نشوف نحن نشوف هي بدت من التسعينات أول ما بدأنا ننتبه لها يعني ممكن إذا حلت المشاكل هذه في أن مثلا تقلصت كميات المجار التي تنزل نعم ممكن تقل لكن وجود الطحالب البحرية وازدهارها ممكن من الأمطار يعني ممكن الفترة التي حصل فيها أمطار كبيرة كميات كبيرة يعني نعم ممكن تؤدي إلى ازدهار الطحالب وبالتالي إلى نحن هي ظاهرة طبيعية ممكن تتكرر هي ممكن تصير ظاهرة طبيعية بالمؤثرات طبيعية وممكن تصير من المؤثرات بشرية وممكن الأثنين معا تصير المشكلة بس بس عشان نختم جواب باختصار شديد عشان لدينا أسماك ميتة وما جمعناها لقيناها أسماك لا يوجدها سموم ولكن هي تأثرت نتيجة بعض العوالق النباتية لكن لا نستطيع أن نقول أن هناك جهات رسمية هي التي تحدد مدى إذا كانت هذه قابلة تنوكل عمل البيئة قالت لا يوجد مشكلة بره الجون نقل أعتقد وزارة الصحة هي المعنية في هذا الموضوع تعمل نعطيك العافية أستاذنا ونشكر باسمكم الأستاذ أوسي عقوب العقوب الغنيم الخبير في الإدارة الساحلية وتأهيل البيئة بمعهد الأبحاث العلمية أصل وغادي إياك